صاحبتي تعبانا نفسيا بسبب أهل جزها بيتنمروا عليها عشان هي خلفت خمس بنات وما خلفتش ولد دي بيسموها أخلاق الجاهلية أنا آسف أنا آسف سيدنا النبي لما واحد من الصحابة قال له واحد يا ابن السوداء قال إنك امرؤ فيك جاهلية يعني لم تتخلص من أخلاق ربنا محباش أخلاق الجاهلية ناس ما كانش عندها رب اللي عنده رب يفتكر الآية اللي في سورة الشورى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب انتقاء أو يعني أو اختيار ولد ولا بنت دهب من الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا واحد يخلف ولده بنت ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم يعلم ماذا يفعل قدير يقدر الأنسب فلما أهل الزوك يتنمروا يتريأوا على واحدة عشان ما عندهاش غير بنات دي أخلاق الجاهلية ويعني ده ذنب كبير قوي قوي يعني ده من الكبائر قوي السخرية من فعل الله في العبد تعمل إيه السد يعني تعمل إيه السد فتكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الذكر ينزل بردا وسلاما ويعفيها من إحساس الذنب وإن أنا ما جبتش ولد أنا مش عايفة يعني مين قال إن الولد أفضل من بنت أصلي